سيادت عندك مال زكايته في اخر السنة عشر تلاف جنيه سيادتك اتأخرت عن دفع العشر تلاف جنيه دول عن يوم الاستحقاق من غير سبب اتأخرت من غير سبب مش نسيان انت متعمد مش لعذر انت من غير عذر كده قلنا مذهب حنفية في اكثر مشايخهم قالوا لا شيء لكن جمهور الفقهاء قال لا انت آثم طيب آثموا عليك غرامة اختلفوا الجمهور بيقول ليس غرامة القديم عند الشافعية وابن حبيل مالكي واسحاك ابن رهوية بقول عليك غرامة مقدرها ايه قال مقدرها نصف الواجب اخراجه اذا كان الواجب عليك تخرج عشر تلاف جنيه وتأخرت تدفع غرامة خمس تلاف جنيه يبقى بدل ما هتطلع على عشرة هتطلع خمستاشر لو كان الزكاة عليك اخر السنة الف وتأخرت من غير سبب في اخراج الزكاة يبقى لازم تطلع الف وخمسمية نصف الواجب اخراجه جابوها منين جابوها من حديث رواء ابو داود والنسائي والحاكم بسند صحيح لدرجة ان احمد بن حنبل بيقول هذا الحديث اللي هذكره الان بيقول هذا الحديث لا بأس به في سنده لا بأس به ولكن ما ادري مواجهه انا مش فهمه شفتوا التواضع تواضع مين تواضع الامام امام مين لان احمد بن حنبل بيقول الحديث صح مقدرش انكر فيه بس انا مش فهمه مش قادر فانا مش اضرحكم به فالحديث اهو حج على اخواننا اللي بقولك اذا سبت الحديث يبقى نعمل به اهو حديث احمد بن حنبل بيقول هذا الحديث صالح الاسناد ولكن انا لا ادري مواجهه انا منش فاهمه مش مستوعبه فلاجل هذا مش هطبقه انا اللي بقوله احمد بن حنبل احمد بن حنبل ارجوكوا شوفوا ايه ما بقولوا ايه عشان تعرفوا الخطاب الدين الغلط اللي يقولك اصلي اذا جاء الحديث عملنا به حديث ومش قادر قلبك يقبله قلبك مش قادر يستوعبه هطبقه ازاي طيب انا عايز اخواننا دول يطبقوا الحديث ده اللي الامام احمد بن حنبل عجز عن طبيقه رغم احمد بن حنبل امام السنة واحمد بن حنبل امام السلفيين واحمد بن حنبل امام حديث وامام فقه الاثنين سوا اهو حديث هو بيقول صالح الاسناد هو مقدرش يطبقه الامام الشفعي بيقول لا انا بالنسبة لي لا يسبت انا سألت بعض اهل العلم في الحديث قالوا لا يسبت فالامام الشفعي انسحب من العمل به بدعوة ان الحديث عنده لم يسبت ومع ذلك الامام الشفعي في مذهبه القديم عمل به وحكم به حيث اباده حديث اسمه حديث بهس ابن حكيم عن ابيه عن جدة اللي هو معاوية القشيري بيقول ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول عن الزكاة في كل سائمة الابل في كل اربعين بنت لابون لا تفرق عن حسابها من اعطاها مقتشرا فله اجرها ومن اباها فاني اخذها ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء الحديث معنا ايه بيقول في كل اربعين جمل يعني لو واحد يمتلك اربعين جمل في كل اربعين سائمة سائمة يعني تاكل من العشب من الكلاء المباح بيجيب راعي ويلفوا في الجبال وفي الاودية ويأكلوا العشب مجانا مش مثلا شارلها حظيرة وحططها في الحظيرة وبيأكلها وبيجيب لها عرف لا دي اسمها معلوفة المعلوفة فيها رأيين لما نجي نتكلم ان شاء الله عن الاحكام الخاصة لكن انا بهصر بس في كل ابل سائمة في كل اربعين بنت لابون بنت لابون يعني جمل عمره سنة بنت لابون جمل عمره او انسة جمل عمرها سنة اللي بعدها اسمها بنت مخاض لسنتين وهكذا فسيدنا الرسول اللي بيقول اللي عنده اربعين جمل واربعين جمل سائمة بتاكل من العشب عليها في اخر السنة جمل صغير عمره سنة بنت لابون من اعطاها مؤتجرا فله اجرها ومن اباها اللي هيتأخر فاني ااقدها وشطر ماله ونصف ماله نصف ماله الضمير راجع لرأس المال يستحيه اذا لازم نقول شطر ماله الضمير راجع للمقدار الزكاة الواجب اخراجه فلو كان المقدار الواجب اخراجه بنت لابون يبقى هاخد جمل بنت لابون وكمان نصف جمل بنت لابون مقدارها تمام او ااخد شاتين تلاتة بهذا المقدار اذا الزكاة تجب اذا تأخر بالمقدار الواجب اخراجه مع نصف هذا الواجب اخراجه ده اللي قال بالكلام ده مين اللي قال بالكلام ده يعم شافه بذابه القديم وايضا قال به اسحاق ابن رهوية وابن حبي المالكي اليمحاق ابن حنبل اقر واعترف بصحة الحديث وقال اسناده لا بأس به ولكن لا ادري ما وجهه انا عايزكم لتجرقوا نتعلم من الايمام احمد نحنبل احمد نحنبل احمد نحنبل ايمام السلفيين احمد نحنبل ايمام اهل السنة بيقول ان الحديث صحيح بس مش قادر استوعيبه ما هيطفش الناس اللي اتأخر عن اخراج الزكاة يوم اقول له عليك مقدار الزكاة مرة ونص هيتفشم ما اقدرش وبعدين سيدنا ابو بقر الصديق في حروب مانيع الزكاة ما غرمش الناس اخد منهم الزكاة بس رغم انهم متأخرين اتأخروا في فح الزكاة اخدها منهم بس من غير زياد فازاي اخد زياد ما اقدرش ولو اخدت الزيادة الضمير راجع لمين فاني اخدها واشطر ماله ماله ايه افترض ان رأس ماله مثلا مئة الف جنيه وهو عليه زكاة الفين ونص اتأخر يوم اقوم اقول له هاخد نص المئة الف جنيه ونصف ماله مين يفسر حديث محتاج ترجمة والرسول مات مش هقدر اسأله صلى الله عليه وسلم هاسأل مين فقال لا لا ما اقدرش اخد عليه مئة الف هيخرج الفين ونص فاني اخذها وشطر ماله شطر الفين ونص ولا شطر المئة الف مين هيفسر قال لا 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 ايه في الملف الي حديث صحيح اه بس مش هنفسه نفس الامر سيادتك اما تسمع بقى واحد من داعش ولا واحد من اه الاخوان ولا من اي جهة بتوظف حديث لصالحها من حقك ترفض وتقول انا اسف الحديث انت مطور